الأبناء هم المرآة التي تعكس نوعية الممارسات التربوية التي يتلقونها سواء من البيت أو من المدرسة لكن اليوم سنعود خطوات إلى الوراء لنتحدث عن ما قبل تربية الأبناء وهو تأهيل الأب والأم للتربية وما هي العوامل التي تساعد الأهل على الوصول للتاج تربية يرضيهم؟ صحيح، إسراء موضوع غاية في الأهمية، يمكن أن نرجع خطوات للبدايات ومنرحب بداية بالدكتورة نسيبة جلال، صعد صباحك دكتورة أهلا وسلم فيك أهلا صفا، أهلا إسراء دكتورة يعني خلينا نبدأ بالعلاقة الأولى وهي علاقة الأزواج بعضهم البعض الزوج والزوجة ما أثر هذه العلاقة؟ ما أثر التوازن فيها على تربية الأبناء؟ في الحقيقة العلاقة بين الزوجين هي الأساس وهي الأساس المهم في تربية الأبناء بشكل صحيح عندما تقوم العلاقة بين الزوجين على أساس من المودة والرحمة كما أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وكما وجهنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع قدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامل الزوجين فيما بينهم فأن ذلك ينعكس أيضا على الأبناء وبالتالي الأسرة التي يسودها الحب والمودة فيما بينها تؤمن لأبنائها السعادة والاستقرار والاتزان النفسي تنعكس هذه الصورة من خلال علاقة الزوج بزوجته فتراه يعاملها باحترام ويتخذ أساليب التواصل الإيجابية سواء في التعامل مع زوجته أمام أبنائه لأنه قدوة وأيضا في أثناء تعامله مع أبنائه الآخرين الذين يأخذون هذا التعامل من أبوهم ويعكسوه على الأخوة الصغار فإذا كان الزوج محترم لزوجته ويعاملها بحب ومودة ويعامل الإبن الأكبر وحتى الصغير كذلك فإنه قدوة للأطفال الآخرين من الطبيعي يطلعوا الأطفال عندهم ذات اللذي لا أحيانا الإبن يأخذ شخصية أبو كما هي وتظهر عليه أثار هذه الشخصية وأيضا بتلاحظي أنه في هذه الأسرة التي تتعامل مع أبنائها بمحبة واحترام وتلعب أيضا مع أبنائها في الأوقات المختلفة الأسرة المسلمة ليست أسرة جامدة أو جدية لا هي أسرة حيوية أيها حيوية نشيطة تحاول تطوير مهارات أبنائها في شتى المجالات فهي تبني الثقة بينها وبين أبنائها بشتى الطرق ومن ضمن هذه الطرق أيضا اللعب فترى الأب يلعب أحيانا مع الصغير يلعب أحيانا مع الكبير من خلال هذه اللعب يطور مهارات حديدة لدى الطفل كيف يحترم الآخر في اللعب كيف يدعاون مع أخه ساعد أخوك الصغير ونحن نلعب وأيضا الأم تتخذ اللعب وسيلة لها في التواصل بشكل إيجابي مع أبنائها إذن نحن نستطيع من خلال هذه الأسرة غرز قيم متعددة إيجابية في نفوس أبنائنا من خلال المعاملة اليومية كأنك دكتورة هنا اختصرتي سؤال بيطرحوا كثيرا ناس على أنفسهم أنه لذلك كانت مشاكل الأطفال أقل لذلك ما كنا نشوف هذه العقد وهذه المشاكل النفسية عند الأطفال ربما لأنه كانت العلاقة الأساسية هي علاقة صحيحة مبنية بطريقة صحيحة فكانوا يختصروا شوت كان النتاج جيد يعني بشكل تلقائي بمعنى أن الأهل كانوا يربوا أبنائهم بطريقة صحيحة لكن عندما ينحرف الأهل عن تربية أبنائهم بشكل صحيح ليس هذا مصوغ للأهل طب خلينا الآن يعني بناء على الشيء اللي تفضلت فيه نتحدث عن أهم مظاهر تقصير الأباء في تربية أبنائهم من خلال سلوكياتهم نعم فأحيانا نجد أن هذه الأسرة تنحرف عن الصورة المثالية التي رسمناها في السابق تراها تتجه نحو الخطأ سبب اتجاه نحو الخطأ إذا جينا من نتحدث عنه هو جواب لصفاء بيجيلك الأب أنا رباني أبوي على هاي التربية وهيني أنا طلعت ما في أحسن مني وكان يقصوا علي وكانت العصايا موجودة دائما وبتخوفنا فيها لكني هيني طلعت صحيح ليش ما أنا أستخدم نفس الأسلوب ويطلع ابني ناجح مثلي في الحقيقة هاي من المواضيع اللي بتجيني دائما في الإرشاد الأسري أنه أنا أجاني بهذا تربيت بالشدة وبالقصوة فلماذا لا أربي أبنائي بهذا الشكل وأنا نجحت هذا السؤال أنا بجيبه طيب أنت شخصيتك قوية استطاحت تجاوز الوقت الصعب اللي مريت فيه مع أهلك ما يدريك أنه تكون نفسي ابنك ليست قوية فبالتالي بتجينا كتير من المشكلات بتكون بسبب أنه قصوة الأب وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاسيا في التعامل مع أبناء المجتمع ككل حتى يعني أنس رضي الله عنه بقولك صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ما كان يعنفه ما كان يقص عليه لا كان يعامله باحترامه بمحبة فهذه الأسرة عندما تستخدم طريق القصوة في التعامل مع الأبناء تنتج لنا مشكلات عديدة أستاذ نوسيبة أيضا مسألة الظروف الزمان اللي منعيشه كثرة المدخلات والمختلفة يعني واختلاف هذه المدخلات عن المدخلات يعني اللي كانت تدخل لآبائنا أيضا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأخذ بعين الاعتبار ولكن خليني أنا أحكي لك لو بدنا نحكي عن الظروف اللي تحكي عليها هالحالية ممكن نضل ساعتين عم نحكي عن الأسبوب ونحن هاي منقول أسباب الفاشلين يعني الفاشل يستطيع أن يوجد لك بيئات الأسباب اللي خليته فاشل لكن في النهاية أنت لا تنفي أنه عندك مسؤوليات والرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته ما أجألك لا البيئة اللي أنت عايش صعبة ولا لا بيئتهم في القديم كانت أصعب من بيئتنا ومع هيك كانوا فيه مربين جيدين ومربين غير جيدين للأسف فمش معنى أنه مثلا أبي كان جاهل ما عنده معرفة بالتربية بشكل صحيح كان يستخدم العصة أني أنا أرجع وأستخدم نفس الأساليب التربوية الخاطئة اللي استخدمها أبوي فبالتالي في بعض المرات بتجي بتقولي وحدة والله بدي أكسر ابني كسر أنا شخصيته كتير قوية عملي تطاول علي بمعنى صلاة اللسان أنا بجي بلما بدي أجي أحكي معها ما بقى إلا أنه لا أنا استغربت كلمة كسر فقلت لها طب تكسري ابنك وإذا كسر ابنك شو بتعملي أنت يعني لاحظتك تحسيك نوع من الاتقام الداخلي بالضبط لكن أنت تستطيعي إصلاح أنا بدي أقول إصلاح ابني تستطيعي بالمحبة بالتفاهم بالحوار الإيجابي بينك وبينه باستخدام أساليب عديدة نحن نستخدم أقصر الطرق عندي سلوك معاجبني باستخدم سلوب الرادع في إلقاف هذا ويمكن كمان ما وصل ابنها لهذه الدرجة إلا هو نتاج تربيتها ونتاج سلوكيات ظهرت منها لأنه أطفال بالنهاية يقلدون طب يبقى السؤال كيف نربي أنفسنا كيف نهذب سلوكياتنا حتى لا تعكس لأنه مثل ما حكينا هي الأبناء هم مرآة لآباءهم صحيح الآن ظهر عنا مصطلح وأنا أقرأ كثير في العديد من كتب التربية وكتب الإرشاد النفسي تربية الآباء والأمهات قبل تربية الأبناء لأن العديد من المشكلات التربوية والنفسية اللي عبتصلنا ما بيكون سببها على فكرة تجي الأم ولا الأب بده يشكي ابنهم ولا بنتهم ما بيكون سبب المشكلة الأب أو البنت بيكون سبب البنت نفسها بتكون المشكلة موجودة مثل ما حكينا في الأهل وكتير من الأحيان الأهل بقولك نعم أنا صح أنا سبب المشكلة أنا أوصلت ابني أو بنتي للتعامل معي بهذا الشكل ولكن كيف أستطيع أن أغير من ذاتي فظهر عنا حاليا مصطلح تربية الآباء والأمهات ويمكنك بالتالي إذا كانت عندك الرغبة الأكيدة في التغيير هم شيء في الإرشاد أن يكون عندك رغبة أكيدة في التغيير وهي موجودة عند الكثير ولاحظتها من الأمهات أنه أنا صحة باستخدم أساليب لاحظت أنه ما أجدت وما أعطت نفع بالعكس قطعت العلاقة وثقة بيني وبين أطفالي أو أبنائي كيف أعمل ماذا أعمل يعني فالجواب ممكن أنه نضع لك مجموعة من الخطوات اللي اتفق عليها مثلا بعض التربويين وفي العديد من الكتب أول هاي الخطوات أنه أنت العلاج بالقراءة اللي نستخدمه حاليا يعني يعني عامل من عوامل الإرشاد أنك ترشديهم إلى القراءة لأنه أنا لما بقعد مع الأم بقعد معها لنص ساعة تقتنع بأفكاري ولكن كيف بدأت تابع لفترة طويلة كيف بدأت تغير من نفسيتها بشكل إيجابي لابد أنه نركز على نقطة مهمة وهي العلاج بالقراءة أنت تقرأي في الكتب التربوية المختلفة هاي الكتب عابت تعطيك خلاصة بالضبط تتسق في نفسك بنفسك وبالتالي تستطيع التغيير وهي الحركة على فكرة كثير مهمة في أنه فعلا الأسرة أو الأم تتغير وبالتالي الأسرة كلها تتغير فهلا قراءة الكتب التربوية المفيدة إلى أثر كبير لكن المشكلة الواجهتني أنه كثير منهم بقولوا لي الكتاب اللي عابت تعطيني 300 و200 صفحة يعني والله ما عاد بقدر لي أقرأ وخاصة لم تتحصصة في هذا المجال أو بتكون عاملة أحيانا يعني مثلا بتشتغل فأنا بقول لك هلأ ظهرت عنا فكرة مناقشة الكتب فدائما مناقشة الكتب في الجمعيات المختلفة وفي المراكز المختلفة وأيضا بين الجارات عابتصير هاي النشاط هذا النشاط كتير إيجابي في حيث في نقطة مهمة كمانا بين الزوج وزوجته يعني ليه ما يتم اقتسام الكتاب ونقاش الكتاب والمشاركة في هذا الموضوع صحيح والمشاركة أيضا بين الزوجين فبالتالي إذا نحن مشينا مشروع مناقشة الكتب أنت عابتتبادل خبرات بين مجموعة من الأحيان المختصين أو الأسر اللي عندها خبرة في التعامل مع أطفالها فبالتالي هاي بتعطيك إذا ما قدرت تقرأي كل الكتاب بتعطيك الخطوات المهمة في تتغيير نفسك نحو الأفضل هاي قراءة الكتب أيضا تداول أنا دائما يعني أشجع على تداول المقالات القصيرة اللي عابتتنتشر حاليا في الواتس بقول إليك أجر أنت تنقليها لأني بتكون رائع حيانا تلاقي ملخص الكتاب كله في هذا الواتس الصغير فهي أيضا تعمل على تغيير الذات بشكل تدريجي في عندك أيضا الدورات التربوية والنفسية اللي بتعمل على التغيير من الداخل هي أيضا تؤهلك إلى التغيير نحو الأفضل مع ملاحظة أن إذا رغبت بالتغيير إذا ما كان عندك استمرارية وما في عندك صحبة صالحة تفيدك بالتغيير يعني ما بدي أنا الجارة الجاهلة بتجليك اكسري ابنك لا تخليه تطاول عليك لا تخليه بكرة ما بتقدري عليه لا أنا بدي جارة صالحة أو مربي صالح تحتكي به وبالتالي يرشدك إلى ما هو أفضل أستاذي أنا حابة برضو نركز على مسألة أنه كيف الزوج والزوجة ممكن يشاركوا بعض ويساعدوا بعض في هذا الموضوع في موضوع تقويم سلوكهم لأنه بالنهاية التربية شيء مشترك ولا يقتصر على فرد واحد نعم طبعا أكيد مثل ما قلنا لما بتكون العلاقة بين الزوجين وخلافاتهم ومشاكلهم دائما بينهم فقط وليس بين الأطفال فهم بالتالي يعكسوا صورة للأطفالهم في كيفية التعامل فيما بينهم أيضا حتى الزوجين لحد الآن في عندنا نشاطات تشتمل على الزوجين بمعنى الدورات التدريبية اللي نحكيها التثقيفية والتدريبية يحضرها الزوجين يعملين مشتركة بني نعم آخر مثلا دورة التعامل مع المراهق كانت لكل الزوجين بس لك كان الحضور أكثر من النساء بالضبط دائما كسل الدورات ليش لأني أنت ما تستبعدي أنه الرجل بيكون أحيانا بيعمله في وقات إقامة هاي الدورات لكن أنت بتنسي إشي مهم أنه المرأة هي للتأثير الكبير على زوجها وبالتالي أنا لما أسمع إشي إيجابي أبعته لزوجي أناقش معه هاي الفكرة أنا كثير من الأحيانا بطلع مثلا بكون زوجي موجود أنا عندي شغل وقال له دير بالك على ابني اللي صغيرها واللي خلاص بدي أعامله المعاملة التربوية الحديثة طبعا هو يضحك ولكن أنت خليكي بتكوني أعارفة أنه الله سبحانه تعالى وإذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المعاملة التعامل مع الطفل الصغير يعني أحيانا أنا بقالك بذات إذا كان حركة ونشاط يحتاج إلى قدر كبير من الحلم ويعني كبح الزمام النفس حتى أنك مثلا والصبر والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم بمعنى أنت بدك يجاهدي نفسك وهي تحتاج منك إلى يعني مزيد من الجهد حتى تستطيع يعني دكتورة أنت ذكرت جدا أساليب جميلة في تربية الأبناء يعني وأحنا أيضا نعدل في سلوكياتنا لحتى نربي أبنائنا من باب التربية والتعلم والتثقف لكن في جزئية ربما يعني البعض بيحكي أنه أنا تربيت 20 سنة أو في هذه الصفة لمدة 20 سنة قبل ما أتزوج بدي أجي أغيرها هلأ علشان أقدر أوصل ابني أنه ما يكتسبها مني لأنه بالنهاية أيضا سلوكياتنا وطباعنا ستكسب أو سيتم اكتسبها من قبل الأبناء كيف أغير هذه السلوكيات اللي متجدرة فينا خلينا نحكي متجدرة فيك نفسك يعني بمعنى حكينا نحن أول خطوة أنه يكون عندك فعلا الرغبة الحقيقية في التغيير هذا نصف الطريق أنت يعني قمت فيه ولكن إذا استمريتي في تغيير نفسك التغيير يأتي بالتعلم نحن دائما تغيير السلوك بمعنى أنك أنت تتعلمي كلما تعلمتي واقتديتي بأشخاص نحن قدوتنا الرصول صلى الله عليه وسلم لكن أنا بقال لك هذا الطريق كمان أيضا طريق الأسرة المسالية أو الصورة المسالية اللي أنا عبر اسمه أنا بعرف أنه مش سهل أحيانا أنك تجي تغيري هذا الصورة اللي أنت موجودة عندك ولكنك تجاهدي نفسك بتحاولي يعني مو معنى أنا هلا قاعدة بحكي لك عن الأسرة المسالية أني أنا طبقت جميع ما هو موجود فيها حقيقة أنا كتير الأحيانا أخطئ والإنسان يخطئ وبيخرج عن الطريق الصح لكن يبقى الإنسان إذا كان هو متعلم عندك النفس اللوامة النفس اللوامة بترجع بتقول لك أنت عملتي خطأ حاولي ترجع للطريق الصح وأيضا الصحبة الصالحة اللي أنت مثلا ماشي معهم لما أنت بتشكي لصاحبتك نحن بتجي دائما كل وحدة فينا عندها صاحبة عندها مثلا بتشكيلها وبتقلها شو صار بتشاركها بتشاركها إذا كانت صالحة في الحقيقة بتقلك المشكلة عندك أنت مثلا تصبر حالك أنا بركز دائما على الرفقة الصالحة الرفقة الصالحة تستطيع أن تشدك يعني أنا وجدت في أحيانا الدورات التربوية اللي بقوم فيها بتجي وحدة وجايبة معها جارتها بتجي وحدة وجايبة معها مثل ما بتقولي بنت حماها أو إشي هذول الأصدقاء اللي بيحاولوا أنهم يهدوكي للطريق الصحيح لأنني مش سهل أنك تجي تتغيري مثل ما قلتي سلوب مشيتي عليه فترة طويلة بتقولي وحدة طب أنا ربيت ولادي وصار هلأ مثل ما بتقولي صلي 15 سنة معهم فاتني الطريق بقى لا لا ما فات تستطيعي تغيير تستطيعي أنك تعودي وأيضا الصورة اللي رسمتها المثالية ما رح تظل هاي مثالية رح تتذبذب بمعنى إذا أنت حضرت دورات قرأت كتب رح تلاحظي إيه بديتي تكبتي نفسك بديتي يعني تحاولي تسيطري على غضبك بديتي تتعاملي معهم بطريقة صحيحة بينما في الوقت اللي بتبتعدي فيه وتشغلك فيه مشاغل الدنيا بيقل صبرك على أطفالك بالتالي نحن بحاجة إلى إعادة التذكير فيما بيننا والارتباط برفقة صالحة والاستمرار والديمومة يعني دكتورة نسيبة شكرا إليك في ختم هذا اللقاء على المعلومات اللطيفة جدا وعلى التشجيع والتحفيز اللي مارستي في خلال هذا اللقاء شكرا كتير إليك شكرا إليكم يعطيك العافية تربية مثلها مثل أي مشروع يجب أنه فعلا نستعد له ونتدرب على شكرا لك دكتورة شكرا